السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي ونزل التحديث الجديد لأجهزة الآيفون وأجهزة الأيباد التي تدعم هذا التحديث هي نفسها الأجهزة التي تدعم التحديث 13 سواء كانت الآيفونات المعروضة أمامك الآن أو حتى أجهزة الأيباد فقط لا غير هذه هي الأجهزة التي تدعم هذا التحديث بخلاف هذه الأجهزة الموجودة في الصورتين لا يدعم التحديث الجديد طرقة التحديث المعتادة هي نفسها ما تغير شيء لازم يكون جوالك مشبوك على الشاحن أو بطاريتك فوق 50% وأنصحك يكون على الشاحن أيضا يكون عن طريق الواي فاي ليس عن طريق شريحة البيانات ولا عن طريق حتى بيانات من جوال آخر لأنه أحيانا يعلق قفل جميع التطبيقات والألعاب المفتوحة عندك بجهازك أشبك على الواي فاي واتبع الخطوات التالية وبعدها انتظر لحد ما يعيد تشغيل جهازك أهم سؤال هل التحديث يحذف أي شيء من بيانات الجهاز أخاف أحدث وينحذف علي شيء أي تحديث ما بيحذف أي شيء من على الجهازك ولكن الخوف في حالة تعلق الجهاز أثناء عملية التحديث وقتها بتضطر لعمل فورمات كامل لجهازك وبتفقد جميع البيانات لذلك أنصحك أنك تاخد نسخة احتياطية على الايتونز من خلال الكمبيوتر أو على أي برنامج أو حتى بدون أجهزة كمبيوتر نهائيا عن طريق الأي كلاود حترك لكم بصندوق الوصف جميع الأشياء التي قلتها هذه بشرحات بسيطة جدا أتبعها لاتخاذ الإجراء اللازم اللي هو عمل نسخة احتياطية لجهازك عشان تكون إن شاء الله أمورك في السليم الآن خلينا نشوف طريقة عمل التحديث مع بعض ونحدث الجهاز نشوف أهم المميزات ونستعرض أهم المشاكل في نهاية الفيديو أو بعد هذا التحديث طيب يا أخوان كل عليك تسوي تتجه إلى الإعدادات بعدها تتجه إلى خيار عام بعدها تحديث البرامج لاحظ معايا شابكوا على الشاحن وحاطت وي فاي طبعا آخر تحديث متوفر هو 13.3.1 الآن نزل التحديث 13.4 ولاحظ أيضا ما ظهر معايا تحديث من أول مرة تعرف ضغط لأن التحديث ينزل في نفس الوقت في جميع أنحاء العالم فلو أنت حابب تنتظر مثلا ساعة ساعتين هو نزلت ساعة ثمانية بتوقيت المملكة فلو أنت حابب تنتظر مثلا على الساعة 10.11.12 يكون أفضل عشان يكون سريع التحديث معك فأرجع أدخل مرة ثانية ولاحظ ظهر معايا فالحمد لله ما في أي رسالة هنا دايما لاحظ لو ما لقيت تنزيل وتثبيت أو ما أنت قادر تضغط عليها لاحظ بيكون هنا في عندك دايما ملاحظات مثلا ما عندك مساحة كافية ممكن ما تكون شابك على الواي فاي ممكن يقولك حيتحدث الليلة فزي ما شفنا إن شاء الله حنشوف أيضا نهاية الفيديو حلول لبعض المشاكل طيب إيش مميزات هذا التحديث حجمه كبير جدا تقريبا 1 جيجا وحيختلف أيضا من جهاز إلى آخر وعلى حسب أيضا إصدار اللي متواجد عندك على الجهاز لكن لو أنت يعني أول بأول بتحدث برضو حتلاقيه كبير نوعا ما فنتبه لباقة البيانات لو أنت عندك إنترنت مفتوح ولا شيء المهم ندخل في زبدة الموضوع المزيد هنلاحظ أنه أهم ميزة في هذا التحديث هي مشاركة اللي هو المجلد عندك في الاي كلاود درايف طبعا هنجربها بإذن الله تعالى الاي كلاود درايف اللي ما يعرفه اللي هو تطبيق الملفات اللي عندك الآن ستقدر تنشي أي مجلد وتسوي له رابط تقدر تشاركه بين أصدقائك زي فكرة اللي هي المجلدات لو عندك مثلا على الجوجل درايف أو حتى على دروب بوكس تقدر تشارك مجلد فهذه صراحة ميزة جميلة جدا طيب يقول لك أضفنا أيضا تسعة ملسقات الميموجي اللي هي الوجوه اللي أنت تستخدمها في الاي ميسج وإلى آخره عندك أيضا أضاف شوية ميزات في البريد لألعاب الأركيد الأركيد طبعا هذي اللي بفلوس أيضا الميزة المهمة جدا لو أنت عندك كاميرا اللي هي الداشبورد اللي هي كاميرا التصوير داخل السيارة أغلبها تعمل عن طريق تطبيقات على أجهزة الايفون فهتلاقي هذه التطبيقات أصبحت تدعم في خدمة الكار بلاي فهيظهر معاك البرنامج الآن في شاشة سيارتك وأيضا لو جاك مكالمة ما تحتاج أنك تطالع في شاشة الكار بلاي على طول حتلاقيها في الداشكام مباشرة على شاشة الداشكام لو الكاميرا نفسها عندك تدعم الشاشة فأيضا ميزة جدا رائعة بالإضافة إلى دعم الكتابة التنبؤية للغة العربية اللي هو مثلا تكتب صباح هو يكمل لك صباح الخير يعني يديك اقتراحات أو التنبؤ للكلمات للغة العربية ممتاز جدا الباقي كله هتلاقي يصلح يعالج يحل يعني كلها عبارة عن كانت مشاكل ممكن تكون عند البعض وممكن لا ممكن تكون عند الجميع ممكن تكون مشاكل لكن أنت ما تستخدم في بعض التطبيقات فما تحس أنه موجودة المشاكل فالتحديث أولا وأخيرا مفيد جدا بإذن الله مميزات بعد التجربة هجربها بإذن الله ونزلها في فيديو منفصل الآن عشان ما أطيل عليكم نبدأ عمل التحديث تنزيل وتثبيت هيطلب منك الرقم السري لجهازك هتدخله عادي جدا بكل سهولة وبعدها هيبدأ معاك تم طلب التحديث انتظر عليه ثواني وحيبدأ يحدث معاك لاحظ معايا تم طلب التحديث الآن أنا ما حمسك جوالي نهائيا ما حستخدم أي تطبيق ما حطلع من هذه الشاشة هخليه مشبوك في الشاحن والوي فاي إلى ما ينتهي من نفسه ويعيد التشغيل من نفسه طيب كم حياخد وقت التحديث حيختلف من شخص لآخر ومن جهاز لآخر على حسب سرعة الإنترنت عندك في البيت العمل مكتب وإلى آخره فأنت حظك لو كتب لك ثلاثة أيام صدقه لأنه حيكون عندك النتبطي عموما لا تقيس دايما على المكتوب هنا ولكن قيس على مسار الخط نفسه فالآن تقريبا أنا بديت من ساعة ثمانية وعشرة هنشوف متى يكتمل بشكل نهائي ويتم تثبيته وينعيد تشغيل الجهاز بعد عمل التحديث طيب يا شباب الآن أكتمل خلاص تنزيل التحديث الآن باقي علينا اللي هو تثبيت التحديث لاحظ معايا تم التنزيل الآن هنضغط على تثبيت الآن هيعيد التشغيل بدون أي تدخل مني زي ما لاحظت قدامك وبعدها بيكون مبروك عليك التحديث الجديد طيب يا شباب الآن عاد التشغيل وتم تحديث الآيفون زي ما تملاحظ ثلاثة عشر فاصلة أربعة من ثمانية وعشرة لثمانية ونص تقريبا عشرين دقيقة أخذ معايا التحديث الآن بشغل الجهاز أيضا نزل تحديث جديد لساعات أبل كل عليك تسويه نكتجه إلى تطبيق الساعة خلي ساعتك على الشاحن وكذلك جوالك على الشاحن وأيضا مربوط بالوي فاي وتدخل على تحديث البرامج وحيظهر معاك تحديث الساعة ستة فاصلة اثنين هذه هي أهم مميزات الجديدة في تحديث الساعة الجديد أهمها أنه ميزة الشراء من داخل التطبيقات في تطبيقات الأبل ووتش سار تقدر الآن عادي تشتري من داخل التطبيقات اللي تدعم الشراء من داخل التطبيق نفسه لو أنت محمله على ساعتك الآن أيضا تخطيط أو ميزة تخطيط القلب أو تطبيق تخطيط القلب أصبح يدعم الدول غير أمريكا وفرنسا والدول المعروفة اللي هي أصبح سار يدعم تشيلي نيوزيلندا وتركيا وإن شاء الله يا رب قريب ينزل لنا في الدول العربية كذلك نزل تحديث جديد أيضا لأجهزة الماك لو دخلنا على اللي هو شعار أبل من الأعلى بعدها اتجهنا إلى اللي هو إعدادات النظام أو تفضيلات النظام هنحصل عندنا اللي هو سوفت وير أبديت أو تحديث البرامج هنلاحظ التحديث الجديد سيظهر معاك لو ما ظهر أيضا ترجع من هنا وترجع تدخل مرة ثانية إلى ما يظهر معاك طبعا هذا خلاص ظهر معايا وهذا رقمه 10.15.4 إيش أهم مميزات التحديث هنلاحظ أيضا أنه أول ميزة هي نفسها المتواجدة على أجهزة الآيفون اللي هي iCloud Drive Folder Sharing تقدر تسوي مشاركة لمجلدات iCloud Drive عندك اللي هو تطبيق الملفات لو حطيت فيه أي مجلد تقدر اللي هو تشاركه بالإضافة أيضا إلى اللي هو وقت الشاشة أحسنوا فيه وأضافوا فيه يمكن شوية إضافات هنشوفها أيضا لاحقا الموسيقى سفاري أيضا نضاف ميزة جدا جميلة اللي هي Import من الكروم لو عندك متصفح كروم وإنت محتفظ فيه بكلمات السر للمواقع والبرامج وإلى آخره تقدر تسوي لها سحب على اللي هو ال iCloud اللي هي كلمات السر عندك في حسابك في ال iCloud بكل سهولة كذلك أصبح يدعم الآن اللي هي شاشات لو عندك مثلا ماك ميني وإلى آخره أصبح يدعم اللي هي شاشات ال XDR الجديدة بالإضافة أيضا إلى أن هذا التحديث يدعم الكثير من الإصلاحات الخاصة بالنظام وأيضا الخاصة في بعض البرامج كل عليك تسويه لو كان عندك اللي هو ماك ماك بوك أو ماك بوك برو أو ماك بوك إير أو يعني أي ماك بالبطارية حيكون شابكوا أيضا على الشاحن وشبكة الوي فاي أو عن طريق الأيثر نت بالسلك وبعدها بتضغط على اللي هو تنزيل الآن أو تثبيت الآن أو لو عندك اللي هو ال iMac ما يحتاج حيكون طبعا مشبوك على الكهرباء وأيضا وي فاي وتضغط على Install Now السؤال المتكرر مع أي عملية تحديث هل التحديث يخرب بطارية الجهاز أو يؤثر على بطارية الجهاز الطبيعي في موقع أبل بيقول لك حدث لازم أول بأول حتى كاتبين لتحسين أداء البطارية ولكن في بعض الناس يعانوا أثناء بعد عملية التحديث من انخفاض البطارية أو أداء البطارية أو يعني البطارية تخلص عندهم بسرعة بعد عملية التحديث وغالبا ما تكون هذه الأجهزة القديمة لكن أنت لو جهازك من الأجهزة الجديدة حدث ولو حسيت من الأجهزة القديمة أثناء أو بعد عملية التحديث أن بطارية عندك تأثرت أعرف أن بطاريتك ممكن يحتاج إلى تبديل ولكن في كل الحالات أنا أنصحك بالتحديث طيب أنا مسوي جيل بريك هل أقدر أحدث عادي لا لو سويت تحديث حيعلق معاك جهازك على شعار قبل التفاحة أو على الخط اللي ما اكتمل حيعلق الجهاز معك فعشان تحدث لابد من حذف الجيل بريك بالكامل وتنزيل آخر نسخة من التحديث أو من الإصدار وطريقتها وشرحها أيضا شرحتها وموجودة برابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو أحد المشاكل يجي أثناء التحديث أو بداية التحديث تم طلب التحديث ومثلا حيجيك أنه الليلة حيستكمل التحديث هذه المشاكل عادة ياما أنت عن طريق شريحة البيانات ياما تكون حاطة وضع توفير الطاقة أو يكون ما عندك مساحة في الجهاز فدائما شيك ممكن يكون عندك زي ما ذكرت في بداية الفيديو خلي جوالك على الشاحن خلي جوالك ليس في وضع توفير الطاقة أو توفير البطارية كذلك تكون شابك على راوتر اللي هو عن طريق جوال آخر وبإذن الله ما حتقابلك أي مشكلة وحتتحدث بكل سهولة يعني أنا بكلمك وأنا جالس أحدث تقريبا خمسة أجهزة الآن بين آيفونات وأيبادات طيب أنت أمورك سليمة وأيضا ما زالت عندك المشكلة في عدم قدرتك على تحديث الجهاز عندك حلين الحل الأول أنك تتجه إلى الإعدادات عام إعادة تعيين إعادة تعيين جميع الإعدادات وهذا الإعداد ما بيمسح لك أي شيء من جهازك أبدا غير كلمات السر الخاصة بالواي فاي وإلى آخره وأيضا حترك لك في صندوق الوصف رابط سويت العملية بالكامل اللي هي إعادة تعيين ومضحت لك بالضبط إيش اللي حيروح من جهازك وإيش اللي ما حيروح فجربها وبعدها إن شاء الله يضبط معاك عملية التحديث طيب أيضا سويتها وما ضبط معاك التحديث خلاص هنا تلجأ إلى الحل الأخير إنك تشبك جوالك على الكمبيوتر بالسل وتحدث عن طريق الأيتونز أو عن طريق أي برنامج آخر أيضا زي اين ترانس أو اللي هو ثريو تولز وسبق وشرحتها والبرامج جدا سهلة وبسيطة وبكده أكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو كل التوفيق للجميع يعطيكم ألف عافية لا تنسونا باللاك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله